السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله الذي صدق رسوله الرؤية بالحق والصلاة والسلام على سيد البشرية اجمعين الذي وصف الرؤية الحسنة الصالحة بانها جزاء او جزء من اجزاء النبوة فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه اجمعين ومن سلك طريقهم الى يوم الدين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم كما هو مقرر مخصص لموضوع تفسير الرؤى والاحلام في الحلقات الماضية تحدثنا عن قضية شائكة وهي هل يمكن رؤية الله جل جلاله في المنام وبعد عرض ادلة اهل العلم توصلنا بانه ممكن رؤية الله جل جلاله في المنام وطبعا لا يتجسد في سورة معينة لانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وانما يرى نور على نور ثم تحدثنا عن امكانية رؤية الملائكة وقلنا بانهم اجسام نورانية لا تأكل ولا تشرب لا تتناسل ولا تتزاوج بعد عرض اراء اهل العمي فوصلنا ايضا بانه بالامكان رؤية الملائكة في المنام وقد كان في العهود الماضية منهم من كان يراهم حتى في اليقظة اليوم القضية التي سوف نتحدث عنها هي هل يمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الكثير من الناس يحكون بانهم رأوا سيدا خلقي صلى الله عليه وسلم في المنام ويحتارون هل هو فعلا ذلك النبي الاكرم وما دللة رؤيته صلى الله عليه وسلم الجواب قال صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة وبقية المبشرات قيل وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن او ترى له هذا حديد صحيح رواه الامام احمد في المسند فالنبوة انقطعت مع سيد الخلقي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله لكن بقيت المبشرات هذه المبشرات سمها النبي صلى الله عليه وسلم الرؤى الصالحة اما المؤمن يراها لنفسه فيطمئن قلبه واما ان ترى له من طرف اخرين وكلها خير وطبعا من المبشرات ان من رأى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام سيفوز بحسن الختام والدخول بلا عذاب الى جنة الخلد دار السلام فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر من رأاه في المنام بدخول الجنان قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقضة حديث صحيح رواه الامام البخاري من رآني في المنام فسيراني في اليقضة فكل واحد شفسدنبي في رؤية منامية اكيد اكيد سوف يلتقي معه في اليقضة فقد قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان لا يتزيى به من رآني في المنام فقد رأى الحق فان الشيطان لا يتزيى بي اي من رأى سورتي الاصلية في المنام فقد رأى خاتم النبيين وذلك لان الله تعالى لم يعطي للشيطان القدرة على ان يتشكل بصورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اذا فرؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام بشرى كبير للرأي وقوله من رآني في المنام فسيراني في اليقضة بعض اهل العلم قالوا ما معنى سيراني في اليقضة واش غادي شوفني عند الحوض قالوا لا عند الحوض كل الناس سوف يرونه من المؤمنين اجمعين عند باب الجنة كل المؤمنين سوف يرونه عند الفردوس الاعلى كلهم سوف يرونه لهذا العلماء قالوا المقصود من رآني في المنام فسيراني في اليقضة اي في الدنيا هنا في الدنيا يعني انه لابد ان يراه في اليقضة قبل الموت فالنبي صلى الله عليه وسلم في قبره لا يخرج منه ولكن ان الله تعالى يجعل هذا النبي الاكرم يتجسد ويظهر للمؤمنين خصوصا عند الاحتضار يروى من اهل السلف الصالح ان رجلا من اهل الحديث من العلماء العاملين الاتقياء يسمى الحسن ابن حي لما كان على فراش الموت وكان يردد هذا الحديث من رآني في المنام فسيراني في اليقضة حينما كان على فراش الموت كان يقرأ القرآن الكريم وفي لحظة توقف عند قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا فقال له اخوه وهو من اهل العلم ايضا قال لي يا اخي تتلو تلاوة ام ماذا تقول قال لا بل ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك لي ويبشرني بالجنة وارى الملائكة وارى الحور العيم هكذا قال اهل العلم بان الذي يرى النبي الاكرم في المنام سوف يراه في اليقضة عند الاحتضار يروى ان الشيخ متولي الشعراوي لما كان يحتضر وكان حوله اولاده وطلبته وبعض الاحبة فلما ارادت ان تزهق روحه الطاهرة واراد ان يشاهد ماذا كان يقول قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قام قليلا برأسه وقال واشهد انك يا محمد رسول الله حينما قال اشهد ان لا اله الا الله كان يرفع بالسبابة الى السماء لا اله الا الله وحينما قال واشهد انك يا محمد رسول الله خفض سببته الى من يمينه فعالموا بانه كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانبه اذا فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ان تظهر لعباد الله الصالحين وحتى من كان قليل الصلاح ممكن ان يكرمه الله تعالى برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بل قيل ان حتى الغير المسلم ممكن ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيروى ان احد اليهود كان مع زوجته وكان يرى بان احد الجيران ديالو مسلم دائما يصلي على رسول الله وفي عيد المولد النبوي الشريف كان يقيم مولدا يجتمع اهل الخير يقرؤون الامداحة النبوية ويطعمون المساكين فتعجبت المرأة قالت هذا الرجل ينفق مالا كثيرا في كل هذا الوقت فتعجبت من ذلك فاذا بالمرأة في ذلك الليلة ترى رؤيا غريبة تقول رأت انوار كبيرة فرجل رجل مير رجل مهيد قالت انت النبي العربي المختار فقال لها نعم فكلمته ولم يكن بمتكبر ولا متجبر قالت له يا محمد فاجابها بعدوبة وبقول لي فقالت تقول لمثلي هذا القول وانا على غير دينك لنتكلم معها برقة قال لها لقد علمت ان الله تعالى قد كتب لك ان تهتدي فقالت يا محمد ما اراك وجهك الذاب ولا شاعر ولا مجنون انك لنبي كريم وانك لعلى خلق عظيم ثم قالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فلما اصبحت وكان هذا يوفق يوم عيد المولد النبوي الشريف اصبحت هذه اليهودية صنعت طعاما وذهبت الى المسجد واعلنت اسلامها امام الجميع الغريف في الامر ان زوجها ايضا هيئ نفس الطعام وكان في همة عظيمة وساعدها فقالت له هل اسلمت ايضا قال نعم اسلمت الذي من اجله اسلمت على سببه البارحة وكشف لها السر بانه ايضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لقد علمت ان الله قد كتب لك ايضا ان تهتدي والسبب ان هذه اليهودية وزوجها كانوا جيرانا لاحد الصالحين الذي كان بيته دوما مدارا بالذكر وبالصلاة على خير البرية ايها الاحباب الكرام نبقى مع فاصل قصير ثم نواصل فابقوا معنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ايها الاحباب الكرام نعود اليكم وموضوعنا هو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهي حق فان الشيطان لا يتمثل به طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم مما يحكى عن ام الفضل رضي الله عنها قالت يا رسول الله رأيت في المنام كأن بضعة من جسدك قطعت فوضعت في حجري هذا سيدنا المرسلين يسأل ام الفضل قتلي بان كنت نعسى ورأيت قطعة منك من لحمك من جسدك قطعت ووضعت على حجري فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يفسر المنامات ماذا قال لها قال خيرا رأيتي تلد فاطمة ان شاء الله هولاما فيوضع في حجرك وفعلا ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها ولدت بعد ذلك الحسن والحسين عليهما السلام فوضع في حجري والحسين فارضعتهما فكم من مرة نساء ورجال يحكون للنبي صلى الله عليه وسلم من مات وكان يؤولها وتأتي كما اولها صلى الله عليه وسلم لكن هذه الرؤى هي انواع واشكال فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى لا بد ان يراه بالصفة التي عليها احنا نتساءل ما هي الصفة التي ممكن نرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم مشي اي رؤية فلا بد ان تكون صورته الخلقية كما صورها العلماء المحدثون في كتب الحديث فقد كان صلى الله عليه وسلم ادعج العينين اهدب الاشفار واسع الجبين ازج الحاجبين كثة اللحية اس الخدين ضليع الفم مفلج الاسنان عظيم الهامة في وجه تدوير باند متماسك بعيد ما بين البنكبين ليس بالطويل البائني ولا بالقصير الابيض ولا بالامهقي ولا بالادم ولا بالاجعدي ولا بالصبط صور كثيرة اوصاف متعددة طرحها علماء الحديث لكن نحن نصورها تصويرا بسيطا حتى يتمكن كل سدى المستمعين والمستمعات من رسم صورة للنبي الاكرم صلى الله عليه وسلم حتى اذا اكرمهم الله تعالى بالرؤيته في المنام تأكدوا من انه هو فهو صلى الله عليه وسلم كان احسن الناس وجها واحسنهم خلقا كان دقيق الحاجبين كالهلالين وكان مقتربين لكن غير ملسوقين حجبان رقاق لكن مقوصين لكن مقرونين كان اقتراب لكن غير ملتصقين كان اهدب الاشفار اي كثير شعر الجفون وكان وجهه ابيضا مشربا بالحمرة يعني الوجه ديالو كان ابيض جدا واحمر الخدين احلى واجمل من الورد الاحمر على التلج الابيض كما ذكر بعض اهل العم وكما قال الامام عياض القاضي عياض رحمه الله قال كأن الشمس والقمر في وجهه فكان كثير الانوار مشرقا وكان مفلج الاسنان اي غير الراكبين بعضهما على بعض كذا الفلجة من اسنانه وكان اذا تكلم خرج النور من فمه الشريف لم يكن كبير الانفي وانما كان مستويا ومرتفعا وهذا يزيد الجمال وكان صلى الله عليه وسلم كثير الاهداب اي الرموش للعين وكان وسع العينين في عيونه خطوط حمراء وهذا يزيده جمالا عليه السلام وكان كتا اللحية لم تكن لحيته خفيفة وكان طويل الذراع مع اعتدال وكان صلى الله عليه وسلم سواء بين البطن والصدري اي لم يكن فيه بطنه كبير ناتع صدره لم يكن منتفخ البطن ولم يكن نحيف اليد ولا نحيف القدمين صوته صلى الله عليه وسلم كان جهيرا لم يكن ضعيف الصوت حتى قال احد الصحابة وهو جبير ابن مطعم رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور وكتاب مستور فكاد قلبي يطير اي من حسن صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا صلى الله عليه وسلم عظيم الجبهة من غير نتوء ولا صلاع كان اجل الجبهة وكان شعره شديد السواد لم يظهر في شعره من الشيب سوى عشرين شعره كان اذا مشى لا يكتر التلفت الى الخلف واذا التفت التفت جميعه اما عن ريحه صلى الله عليه وسلم فكان طيبا رائحة من غير ان يتطيب كان اذا عرق جبينه يكون العرق كحب اللؤلؤ تخرج منه رائحة اطيب من المسك حتى ان حد الصحابة رضي الله عنهم قال لي يا رسول الله تجرد فخلع توبه فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على ظهره فعابق به الطيب الى اخر حياته هد صحابي مجرد ان النبي الاكرم مسه بيده الكريم على ظهره وبقت الريحة دي الطيب دي العود كان تخرج من ظهر ديالو حتى ان لهذا الصحابي كانت له اربع زوجات كانت كل واحدة تشجهد في ان تتطيب اكثر من الاخرى من ظهره من اتار كف النبي صلى الله عليه وسلم هذه بعض صور الرسول صلى الله عليه وسلم فمن رأه في المنام فقد رأاه حقا فان الشيطان لا يتمثل به فطوبى لمن رأاه لرأاه وكان مديون قضى الله دينه وان رأاه وكان مريض شفاه الله تعالى وان راهاه محارب نسره الله تعالى على اعدائه وان رأاه مسرورا حج بيتا له الحرام وان رؤية في ارض جذبة اخضبت واينعت واذا ظهر في موضع فشى فيه الظلم بدل الله الظلم عدلا وان رأاه شاحب الوجه وشاحب اللون ذل على ان صاحب الرؤية عنده وهدا في الدين ونقصان في التدين واتباع للبدعة وهكذا هي مجموعة من المواصفات لعندها دلائل متعددة السؤال الذي ربما يتبادر الى دهل الكثير من السدى المستمعين ما هي الاسباب التي تجعل الشخص يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام الأمر متوقف على طاعة الله تعالى ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فكلما كان الإنسان أتقى لله وأكثر اتباعا لسنة رسول الله كان توقع رؤياه للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر احتمالا من غيره طبعا ليس من اللزوم أن تكون الرؤية للشخص الصالح وأن غير الصالح لا يراها بالعكس فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم هي توفيق من الله وفضل يؤتيه من يشاء لكن إذا أراد العبد المؤمن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المدان بعد الصالحين وضعوا وحد للوصفة ممكن تبعها ونشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدان أولا قالوا لنا التزموا بالعقيدة الصالحة الخالصة لله وحده لا شريك له ثم لنبغي الناس نقرأ سورة الضحى الضحى والليل إذا سجى ونقرأ سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك ونقرأ سورة الكوتر إن أعطيناك الكوتر هذه صور خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم زمن المحنة ثم نقرأ الكافرون للتبرؤ من أهل الشرك ثم نقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد لتقوية العقيدة السنين في القلوب ثم نستقبل القبلة ونكتر من الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد المؤمن قبل النوم يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصلاة بنية رؤية النبي الأكرم في المنام طبعا الصيغ كثيرة ومتعددة منها ما ذكره بعض الصالحين عن طريق التجربة أنهم قالوا كلام فأكرمهم الله تعالى برؤية الكريم منها أن يقول العبد المؤمن اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه ودريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أو يقول مثلا اللهم صلي على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد بن عبد الله عليه السلام وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ودريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أو تقول اللهم صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وأزواجه ودريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد فكل هذه الصيغ مباحة لأن فيها مدح وتناء على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأن يردد العبد المؤمن حينما يكرمه الله تعالى أن يقول اللهم إني أسألك بحبك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تجمعني به وتريه لي بالمدام إنك على كل شيء قدير وهكذا رب العباد يكرم المؤمن برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأن القلوب جميع قلوب المؤمنين المتقين تتوق لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المدام وقد تره حتى في اليقظة بعض الصالحين لما أكتر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكتر وأكتر وأكتر قال بأنه رأاه في اليقظة وأقسم بالأيمان المغلضة بأنه رأاه في اليقظة وصدق من قال إن القلوب إلى الرسول تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل فصلوة ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وطبعا لما يرأه المرء سوف يكتشف هذا الجمال وهذا البهاء وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وأجمل منك لم ترى قط عين وأجمل وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فاللهم ارزقنا رؤية النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لكن أيها الأحباب الكرام لا بد من التنبيه إلى قضية جوهرية وهي أن بعض الصالحين عندهم إيمان ويقين ويكثرون من ذكر الله والصلاة على النبي المختار ولكن ينقصهم العلم بالأحكام الشرعية لأن العلم بالأحكام الشرعية هو أيضا من دين الله تعالى فرؤيته صلى الله عليه وسلم في المدام آمرا أو ناهيا أو مظهرا لحبه أو قرهه لشيء لا يترتب عليه أي حكم شرعي من وجوب أو استحباب أو إباحة أو كراهة أو تحريم أو ولاء أو براء كما ظن بعض الناس فظلوا وأظلوا بعض الناس صالحين كتلقى كيتوضى وكيدكر الله وكيدصل على رسول الله فينام ولما يصبح يقول رسول الله أمرني كذا وكذا وذلك الأمر لابد أن نعرضه على الكتاب والسنة فإن وافقهما فبها ونعمة وتكون الحجة هي الشريعة أما الرؤية فللتأنيس فقط وإن لم يوافق ذلك الشريعة رفض ولا شك لأن الله تعالى لم يقبض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الدين وأتم النعمة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك فالتشريع قد امتهى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب العزة قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين التشريع في الإسلام انتهى بنزول هذه الآية العظيمة وبالتالي لا يمكن أن يظهر شخص أو أشخاص رغم أنهم يدعون بكونهم من الصالحين وبكونهم من الأبرار الأخيار لا بد أن يكون قولهم متمشيا مع مع الشريعة الإسلامية لأنه للأسف الشديد كانت هناك حركات لبعض الصالحين عبر التاريخ كل واحد فيهم يقول لك رأيت في المنام كذا وكذا والناس يتبعون هذه الرؤية المنامية وينزلونها حكم الشريعة الإسلامية وهذا باطل لأن الأحكام لا تأخذ إلا من الشريعة الكتاب والسنة لكن ممكن أن نستأنس بأراء الصالحين لأن الرؤية الصالحة هي جزء من ستين جزء من النبوة فصلوات ربي وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيا بنا جميعا نصلي على رسول الله نصلي على الحبيب المصطفى السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة